هو تعليقاً بس على الأرقام دي العدد لوحده مش كفاية صحيح فيه عدد كبير جداً من المحترفين الأجانب يلعبوا في الدولة المصري وصحيح كمان أنه معظمهم جاي من دول متقدمة في كروياً يعني بتكلم على أنه العدد الأكبر جاي من نيجيريا وراها طول من تونس ودي مدارس كرويا محترمة جداً لكنها بتهالي برضو ليه مش عايب ممكن يبقى كابتن علاء نبيل ليه كلمة فيها ممكن كابتن حسام حسن يعني معرفش بحكم طبعاً مدير فني للمنتخب الناس اللي مهتمة أنه كرة تتطور في مصر ومهتمة بالمسابقات المحلية تبص المعايير زي ما كل الدولات العالم بتحط معايير للعابين الأجانب اللي بيجوا يحترفوا في بطولاتها أنا بيتهالي أنه في مصر محتاجة تعيد النظر في المعايير الخاصة بالعابين المحترفين عشان ما يبقاش العدد في اللامون لكن الإضافة يعني بنشوف حتى على مستوى الأندية اللي عندها إمكانيات مالية كبيرة جداً محترفين ما بيقدروش يقدموا أي إضافة أو يحدثوا أي فرق طيب نرجع لموضوعنا والأهل مبارح الحقيقة الأهل يقدم عرض محترم من حيث النتيجة أعتقد كلنا راضين ومن حيث كمان المستوى والأداء اللي يمكن يكون فيه تطور آه ومش المأمول لكن نسبياً مقاعدة بمطش بابلو ازداد احنا شفنا الأهلي أفضل في مباراة مبارح وخصوصاً زي ما قلت في شوط التاني مكاسب الأهلي مبارح مشوار الأهلي اللي جاي مع النجم الكبير كابتن عدل عبد الرحمن ضفنا النهاردة في السادسة بسأخير كابتن عدل مستوى النور إزيكا بحمين منتفق معي الأول بس في موضوع المحترفين الأجنف في الدوري المصري هل بتشوف أنه العدد واحده يكفي يعني فكرة أنك عندك أو كل الأندية عندها في قائمتها الحد الأقصى من اللاعبين المحترفين سواء فوق السن أو تحت السن شايف أنه الدوري المصري كمنافسة الأندية المصرية كأندية استفادت من تجارب اللاعبين المحترفين كانوا أضافة ولا كانوا عبق على أنديتهم والله يشوف هي عين من الآخر عين يعني أنا ممكن يبقى العدد اللاعب المحترفين قليلين لكن الكرارات بتاعهم معا لي أوي أنا موافق على عدد اللاعبين يبقى كتير جداً محترفين في الدوري يمكن بيعمل توازن بين الفرق بيعمل احتكاك كويس للفرق ولكن أنا شايف أنه العين اللي بتجيب اللاعبين بتجيب اللاعبين يعني عكس الشمال الأفريقية اللي هي جزائر التونس المغرب المغرب لما بيجيبوا لعيبة بيجيبوها استثمار ما بيجيبوهاش بس أن هم يلعبوا فرقتهم أنت بتعمل عب هنا في الدوري المصري عامل عب مادي وفني عليك رغم أن اللاعبة لا ترتقي أنها تلعب في الدوري المصري علشان كده بقولك أنه الاختيار والعين أنت تقدر تجيب لعيب النهاردة تشتريه بمبلغ زهيد يعتبر في كرة القدم وتبيعه بمبلغ كبير هي دي واجب الأندية اللي تعمل كده ولكن أنت مين اللي بيجيب اللاعب خلي يعني خلينا نحط شرطة تحت دي مين اللي بيجيب اللاعب هل اللي بيجيب اللاعب ناس عاملة استراتيجية أنا بتكلم عن الأندية عاملة استراتيجية لفرقتها أن هي هتجيب لعيب سنه كذا بيلعب في المكان الكذا عشان عنده المكان ده فاضي وعليشان عنده بعد سنة هيطلع لعيب تاني عشان نعمل العملية كبيرة جدا لكن هي بتدار من وجهة نظرة في الدوري المصري أني الاجينت هو اللي بيتحكم فيها يعني بمعنى بمعنى أنه فيها بيزنس يعني وكلاء لعبين آه خلينا نتكلم أنا ما عنديش مانع أنا هدي أمثالها حضرتك لا فيها بيزنس عكسي مش بيزنس عكسي اللي هو اللي هو أنا موافق جدا أنك أنت تجيب لعيب أدفع في مليون دولار وبيعه بستة مليون ولكن أبيعه بستة سبعة مليون ايفونا مثلا زي ايفونا زي اوتاكا مثلا في الإسماعيل قرة القدم بقت صناعة لعيبة المحترفين الأفرق لعيبة اللي هم الأعمارهم صغيرة اللي أنت بتجيبهم عشان بعد فترة أنك أنت تعد فيهم علشان يعملو لك رقم كبير من الفلوس أو من الاحتراف الحقيقي أو يكسبوك يلعبوا معاك زي ديانج مثلا عندنا في الندر الأعلى ديانج بقاله خمس سنين أو أربع سنين ولكن ديانج جايز غير ولكن يرتقي أنه هو يلعب في الندر الأعلى ديانج لو كان تسوق بادري أو يتسوق الأيام اللي جاية هتبصت لقي أن الندر الأعلى استفاد كويس أو مدّي اللعب له فنيا ومدّي فنيا ومدّي اللعب فترة طويلة قوي وقدرنا نحن نبيع بس الكلام الحقيقي بتقوله ده لو أنا فكرت فيه على أنه تجربة ممكن الأندية المصرية أو معظم الأندية المصرية تتبنيها كنت أقول مثلا آه طب ما احنا فتحنا فكرة زيادة عدل المحترفين تحت السن لكن مين منهم ظهر في الدولة المصري أو مين منهم نور في الدولة المصري عشان أقدر أستفاد بيه فنيا على مستوى مشاركة في البطولة أو أستفاد فيه ماديا فأقدر أستقبر معظمهم تقريبا تقريبا ما حدش منهم يعني لفت خطف الأنظار أو لفت الانتباه يمكن أنا قلتلك في بداية الكلام أنه هي عين يعني اللي هو أنا رايح أشوف لعيب بر صغير في السن أنا أحدد هل ده هيقعد قديعه بلما عده عشان يطلع الفريق الأول هل عندي ده ممكن يرتقي للفريق الأول في نادي مثلا من من أسين من أي أندية لأنه في مشكلة في مجايب اللعبين في لعيبة لا تصلح تلعب في أندية بيجبوها يعني على سبيل المثال يعني أديك مثال يعني أنا يمكن هجيب سريط بس رمضان صبحي في الموضوع ده يوم لما رمضان صبحي تلع من مصر ورايح على الدورة الإنجليزية أنا قلت لا يا صلح المفترض أنك تنقيله الدورة اللي يلعب فيها زي محمد صلاح توقعت التجربة في الدورة الإنجليزية مش هتنجح مش هتنجح لأنه لازم لها تدرج يعني محمد صلاح بازل وبعدين راح تشيلسي تشيلسي ما عملش حاجة ما نجحش ليه ما كانش لسه خدلت روما فيورنتينا وبعدين روما هي دي هي دي اللي عليته هو الموضوع تدرج أنت عارف أن الدورة الإنجليزية لما بيجي يجيب لعيب لازم بيشترط شروط كتيرة ومنها لعب دولة قدي إيه ولعب 80% من مطشطه إيه والحيات دي الحاجة التانية المهمة أنت بس مش بتنقيله الدورة أنت بتنقيله الفرقة اللي يلعب فيها يعني على سبيل المثال مثلا أنك الناد الأهلي لما تيجي تجيب فرود مثلا لما تيجي تجيب فرود خاصة يقدر يلعب في الدورة المصري أو في بطولة أفريقيا لأن الأهلي بتلعب عليه زون ديفينس كل ما تشاطه يبقى أنت محتاج لعب في الناحية الأمامية مثلا المهاري بيعرف يقف على القورة أكتر لعيبة نكحة اللي هم المهاريين أو اللي كانوا بيجي يلعبوا في الرس حربة إيس على كده الأندية كلها يعني الأندية الوسط ما ينفعش تجيب فيها لعيب مهاري ولكن مش عنده سرعات لأنك أنت بتلعب هل عجمة المرتدة أنت فاهمني فأنت لازم تنقي الدوري لازم تنقي الفرق النادي اللي يلعب فيه لازم توقيت الاحتراف كل ما بتطلع بدري كل ما بيبقى أفضل لك لأنه بتتخلع عن السفات اللي بتكتسبها في الكرة الغير صحيحة اللي هي في البداية اللي هو قطعات النشئين اللي هي في مصر كلها قطعات النشئين اللي في مصر ما بتعملش لعب يقدر يحترف بره ده كان الله فعون النشئين أنا لو بلعب دلوقتي يعني في فرقة شباب ومستني فرصة للتصائل فأي فأي مش بكلمة على الأهلي بس ده يمكن الأهلي كمان قصة أصعب شوية لأنه مهما كانت الكرة بتاعتي النهاردة اتفتح الباب لقيد لعبين تحت السن معناها أنه الأندية شايفت أنه في فرصة أو بوتانشال في اسم أو في مركز معين فجبنا اللعيبة دي فبالتالي اللعيبة دي مفترض أنها تبقى أولى بما أن فيه استثمار وفيه فلوس الدفعة ولو هو لعيب كويس قوي وتأسس كويس قوي وجبنا لعيب كويس هيبقى معاه برضو يعني هي المشكلة الكبيرة في قطاعات النشئين فيه اللي بيشتغلوا في قطاعات النشئين عندنا إحنا قلبين الهرم في الكرة المدرب قطاع نشئين يجب أنه هو يكون يعني مش هقولك أقوى من المدرب الفريق الأول لأنه هي أصعب مدرب الفريق أنا اشتغلت في الاتنين أي لما تشتغل في الفريق الأول ده سهل لكن لما تشتغل في القطاع النشئين ده صعب جدا يجب أنك أنت تجيب مدربين على أعلى مستوى من الفكر المهارة في التدريب أنك أنت توصل للعب نفسيا إزاي علشان تعدوا للفريق الأول يا فرحة أنت ممكن تطلع العب كويس ولكن عنده سلوكيات القورة عنده غير منضبطة فأنت لما بتجي تشتغل بتشغل المدرب تحت أنت بتشغله الأقل أنت تخيل أنت قطاعات النشئين بيشغلوا مدربين لسه مخلصين وبيحطهم في قطاع النشئين بيقولك يتمرنوا في قطاع النشئين وهو العكس صحيح المفترض أنك أصحاب الخبرة طبعا أصحاب الإمكانيات الأكبر يكونوا بيشتغلوا أحسبها لك مديا أحسبها لك مديا خلينا وهنتكلم عن نادي الأهلي كمثال فترة من الفترات قطاع النشئين في النادي الأهلي كان في الأسماء الآتية اللي أقولك عليها كابتن مختار مختار كابتن حسام البدري كابتن بدر رجب كابتن علامة يهوب كابتن ضيا السيد كابتن زيزو كابتن شطة كابتن مهار حمام عادل ومحمد السيد وكابتن محمد السيد يعني عايز أقولك أنه كل دول كانوا في قطاع النشئين في النادي الأهلي الناتج كان إيه الناتج أنك من 15-20 سنة طلعنا حوالي 40-50 لعيبة كل اللي أنت شايفهم طلعين من قطاع النشئين كلهم ده وفلوا لك كام فلوس لو جيت اشتريتهم أنت لو جيت تشتريهم هتشتريهم بأرقام كبيرة فالمدرب في قطاع النشئين يجب يكون أغلى من مدرب الفريق الأول أغلى أغلى كمان لأنه لو هو هيكلفني في سنتين مثلا مليون ونص 2 مليون جنيه لكن هيوفر لي حوالي 100 مليون جنيه أنه بدلاًا ما اشتري العيبة هيتطلع للعيبة وحاجة تانية وممكن نصدى اللعيبة تجي فلوس تاني داخل تاني فهي استثمار قطاعات النشئين في مصر غير يعني منضغطة ذا رقم واحد الحاجة التانية المهمة يجب أنه يرعوها كويس قوي حتى في الاتحادات الاتحاد انت بالك قد في منتخبات النشئين ما بتاخدش حاجة وبتطلع من بطولة أفرق يعني من من ساعة منتخب كابتن شواء غريب يعني من 15-20 سنة لا فيه بطل 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 أمم أفريقيا من منتخب أولمبي ده كمنتخب أولمبي ما كانش ما كانش قطاعات نشئين لأنه كان كلهم بلعبوا في الفريق الأول ولو كانوا في النشئين كانوا خسروا لكن أنا بقولك ليه تور على اختيارات المدربين نفسهم نفس الموضوع المدرب اللي بيجي يمسك في منتخبات النشئين ده مدرب وسطة وسطة وليس فكر أو مهارة أو أنه مدرب خاط في التجربة دي واشتغل في التجربة دي فأنت لو عايز تصلح من كرة في مصر وعاوز تعمل لعبين محترفين وعاوز تعمل محمد صلاح تاني يجب أنك أنت تعدى المدرب المصري قبل أن تعد اللعب هو أنا بشوف أنه مصر فيها خمسين ستين سبعين محمد صلاح يعني أنا بشوف أنه لا في أكثر تاريخ الكرة في مصر يسمح أنه يكون فيه في ملاعب أوروبا هو محمد صلاح تلعي ازاي بالصدفة عشان شخصية محمد صلاح وفكر محمد صلاح يعني محدش أضاف له يعني محمد مفيش حد بيضيف لمحمد صلاح حتى كل اللعيبة اللي بيخرجوا يحترفوا برا محدش بيضيف لهم حاجة لأن الموضوع مقطوع مش موصول أنت عندك البناء نفسه من تحت فيه خلل أول ما يبقى فيه خلل في البناء من تحت والبداية فيه المدرب عد مدرب جيد قدي كل مدرب في مكان لازم يكون عنده كفاءة وليس أقول هلك ازاي واسطة ومحسوبية هي واسطة لا هي واسطة ومحسوبية انت عارف الاتحاد أنا عارف يا كابتن عدل لا انت عارف الاتحاد المصري بيعمل ايه كل واحد ليه اتنين كوتة عارف الكوتة كل واحد ليه اتنين صحابه ممكن يجيبهم يعني واحد يا واسحابه وبعدين فيه حد يكلم ما يزعلهم الكلام ده كابتن عدل بيقول لا ما يزعله ده حقيقة اقول لك حاجة اقول لك حاجة شوف السفهات بتاعت المدربين اللي مسكين القطاعات الناشئين اتحداك لو لقيت مدرب فيهم خد تجارب في الاعمار السنية دي ما هو يعني انا بقعد مع مدربين كتير كابتن عدل المدرب المصري برضو مظلوم يعني فكرة انك انت عايز تعد لاعبين على مستوى محتاج انك انت تتأهل المدربين سواء دوري ممتاز او قطاعات ناشئين على مستوى معي محتاج تديهم دورات ومحتاج تياخدوا شهادات ومحتاجين احتكاك ومحتاجين ورش عمل ومحتاجين معايشات تعال اديك سر على الشهادات احنا في مصر ما عملناش البرو الى الان انا جالي اكتر من خمس ستة اندية في الدور السعودية ولكن لا مش هادر نروح عشان ما عنديش البرو لان افريقا ما عملتش البرو احنا في الاتحاد المصري ما بنجريش ان احنا نحسن مدربين ان احنا لازم نجيب البرو نعملها في مصر هنا في بعض الدوريات خليها برضو نشرح نسأل في بعض الدوريات بتشترط بتشترط حصول المدرب او مدير الفني اللي هيجي اشتغل في الدوري ده مع اي نادي ان كان على شهادة معانة برو اي بي كل دوري بقى او متطالبات يعني مثلا على سبيل المثال احنا في مصر لما جينا ناخد الشهادات تعب فيها اشخاص بعينها اشتغلوا لصالح البلد انا بدون قطع كلام حضرتك يعني برضو عندي معلومات يعني بسمحها من ضيوفي انه في بعض الدول الخليجية مش الاوروبية خليجية او العربية خلييني اقول ما بتعترفش بالشهادات اللي بيحصل عليها بعض المدربين المتحدة الافريقية اسيا اه انا حصل معايا شخصيا كنت بالعب دور ابطار اسيا اي مع نادي الشباب السعودي وانا واخد ايه وساعتها كان المدرب لازم يبقى في الملعب معال ايه انا معاي ايه جت قعد في الملعب قالوا الاتحاد الاسيوي ده في دور يابطال اسيا اه قالوا لنا اعترف بالايه الافريقية عاوزين ايه اسيوية طب انا مش من القرة دي اه الاتحاد السعودي عمل ليرة معادلة ان هو يكملها لانه سمعت الايه الافريقية عند الاتحاد الاسيوي وليلة جوائي مش احسن حاجة فأتعمل وعدت في الملعب ولكن اللي أنا عايزة أقوله لك إيه اللي أنا عايزة أقوله لك وأنت معانيش خدت لإيه مع نفسك ولا خدت لإيه لا هنا في المصر معنا عشان كده كنت عايزة تكمل لك إنت سعيت لده أه طبعا ولا الاتحاد المصري جي أقل لمجموعة من الأسماء تعالوا يا جماعة هندخلكم لا هو ده الأيام دي الاتحاد المصري بيعملها كده ملاكي شوية ناس لكن أنا بكلمك إنت ملاكي أه ملاكي يعني إيه ملاكي هقول لك أنا الاتحاد الدولي والاتحاد الأفرضكي من سنة 2010 2009 كده حق كده قالوا لازم كل المدربين يبقى معاهم رخص الرخص اللي هي بدايةً بالسي والبي والإيه والبرو إلى البرو فجاي الاتحاد المصري والاتحاد المغربي والاتحاد التونسي والاتحادات اللي هي بتاعة أفراقيا كل واحد ليه قوتة يعني مثلا مصر 110 مليون عندها ممارسين المهنة قدي إيه فبيتدهم عدد عدد الشهادات دي مدفوعة الأجر حصة يعني مدفوعة الأجر يعني بمعنى إيه بيتدهم الفلوس بتاعة الإقامة والدراسة هنا المدرب بيدفع الفلوس في المقابل في المغرب والجزائر ساعتها قدت لكل المدربين بتاعة مشاهداتهم بسرعة سلحوهم ليه عشان ينتشروا في الدول العربية وعشان ينتشروا في الدوريات العالمية كمان هنا في مصر ما بيحصلش للعلم اللي كان الناس اللي تعبت قوي عشان تسلح المدربين كان فيه أشخاص منهم الكابتن شطة كابتن شطة حارب كتير وجير كتير عشان يجيب الرخص وجابها واشتغلت كابتن محمود سعد الدكتور محمود سعد الزمالك جيري واشتغل كتير قوي ولولا هو كان حتى يمكن كان بيدوس على المدربين هو شرس في إدارته كان بيدوس على المدربين كتير قوي عشان يديهم الشهادات دي عشان تقدر تشتغل برا ما بعد هذا الاتحاد المصري ما بيسعاش على الشهادات هو ساعة إمتى لما تضغط عليه ناس والدوري المصري ما معاياش الايه ولا البي حتى ما عندهمش ولا بي ولا ايه مديرين فنيين مديرين فنيين فساعة جري انه ودي يعني الناس دي عشان كده بقولك ملاكي الناس دي هي اللي ضغطت عليهم أنا مش ناسي مصرح ملاكي أنا بس مستنيك تخلص كلامك عشان أفهمي يعني ايه ملاكي يعني ما هي الملاكي أنا عايز أقولك حاجة الاتحادات المفترب بتشتغل لخدمة الكرة لكن الاتحاد ما عندنا بيشتغل لخدمة أشخاص معينة بمعنى انه هما العلاقات هي اللي بتدوم يعني هي اللي بتشتغل يعني علاقاتهم فعلشان كده فيما لك تقصد ايه برش تبقى كلامه حاجة تقصد انه اي اتحاد او اي اسماء جات في موقع المسؤولية في اتحاد الكرة بتشتغل بالنظام ده حاجة تقصد الناس القائمين على المنظومة حاليا لا ما هو الناس القائمين على المنظومة حاليا ولا قبل كده كلها كانت هي تيب واحدة وما تغيرش الموضوع يعني اللي ماسك الاتحاد الكرة ده كان في الوقت من الوقات قبل كده كان متواجد يعني ونفس الموضوع يعني يعني مش بيبقوا أصحاب قرار يعني فيهم ما بيبقوش أصحاب قرار يعني يعني حتى حتى لما جيه بيعينوا مدربين بيعينوا مدربين المدربين اللي بيجوا كل واحد عدوا مجلس إدارة بيبقى ليه واحد ولا اتنين انت سوفوت لي دولاً في التصويت وانا فوت لك ده وانا فوت لك ده هي دي الملاك اللي انا بقول لك ايه اللي هما ما بيشتغلوش لصالح اللي يعني اي مكان في الدنيا انت بتجيب السفهات وبتقارن بينهم تمام؟ علشان مصلحة البلد علشان انت تعمل منتخب كويس علشان تطلع منتخب يطلع للمنتخب الاول اللي هو الامتداد من تحت بس انا بتغيلي كابتن عادل يعني لا وجاز التعبير وأجاز منه انا دي المثال ده اساساً مش عارف يا صح والله يا صح مكانش جيه كابتن حسام حسن مدرب للمنتخب مكانش جيه او مكانش تم اختيار كابتن حسام حسن مدرب للمنتخب ولا ايه؟ مأ بس انا عزهوا لك حاجة حتة الاختيار للمنتخب اولاً عشان بس افراجك حسام حسن ابن جيلك صح؟ انا سعيد جداً انه حسام حسن يخب لأنه إحنا بنحب البرنيتا رغم أنه أنت بتجيب ناس أقل يعني حسام حسن على الأقل عنده روحه وعنده قلبه بيحب بلده وبيموت ومش هيأخذ الأرقام اللي خادها مدرب أجنبي على أقل أنت توفر عملة أجنبية للبلد زي حسام حسن الوجة النظر بتقال أنه موديل فني الأجنبي بيعرف يسيطر على قط اللبس بيعرف يسيطر على اللعيبة اللعيبة بتعمله حساب غير مدير الوطني وبيدلله عذاب تجربة حسام البدري الراجل جيش تغل ومخسلش ولا مطش تقريبا على ما تذكر ومشي ويهاب جلال قعد 48 ساعة لا أنا أقول لك حاجة إن شاء الله حسام حسن ينجح لأن حسام حسن شارس معه مش هيبقى طيب معه أه بكلمك بجد يا أنا سعيد بحسام حسن أن يمسك ليه لأن حسام حسن مش هيقدروا يشتغلوا على الشغل اللي يشتغلوا على حسام البدري واللي يشتغلوا على إيهاب جلال دي حقيقة دي واحد اتنين بعد الفشل اللي حصل من فيتوريا ما كانش هي داري جيبه مدرب أجنبي أوريك حسام حسن مسك إزاي حسام حسن قبليها بـ 24 ساعة قفلوا على المدرب المصري كانوا عايزين يجيبه مدرب أجنبي أنا بديك معلومة والناس كلها عارفة حقيقي مش جابه محمد يوسف جابه محمد يوسف مدرب عام للمدرب الأجنبي مش دار اللي حصل وكان فيه تواصل مع اسمين كارلوس كيروش وهيرفي لنار مين اللي جابه مين اللي جاب محمد يوسف لا أنا ما عنديش المعلومة محمد يوسف جيه من الاتحاد المصري هم قالوا مش الشخص يعني تعرفش مين الشخص لا أنا أنا ما بتكلمش على الأشخاص لأن الأشخاص لا يعنيني بشيء أنا يعنيني البلد يعنيني الكورة في مصر تمام اللي حصل إيه عشان أوريك حسام حسن جيه إزاي حسام حسن جيه صدفة ليه لأنه فشلت حتة أنه هما يقفلوا على المدرب المصري انت فاهمني حتى حسام حسن لما جيه يتكلم قال أنا يعني ما شكرش حد من اتحاد الكورة أنه جابوه لأن اتحاد الكورة ما كانش عايزين يعني خلينا نتكلم بمنطقية لا هما ما كانش عايزين ما كانش عايزين مدرب مصري خالص بدليل أنه أول قرار طلعوا للاتحاد المصري قال لك إحنا هنجيب محمد يوسف مدرب عام للمدرب الأجنب اللي جاي ده اللي حصل وكانوا رحل اتجاه كون إنه حسام حسن يجي إحنا عارفين لي بس مش هنقول لكن حسام حسن ما كانش الخيار الأول ما كانش مطروح أصلا كانوا بيقفلوا عليه يعني ما كانش عزيزين أنا أقول لحضرتك إحنا عندنا معلومات إنه تم التواصل مع كارلوس كيروش وراجل أمنا موافقة لا هم عينوا محمد يوسف خلاص يعني أي كان الاسم بها جاي أي كان الاسم هم عينوا محمد يوسف بسرعة عليه علشان يقفلوا على حسام حسن أو على أي اسم مصري أي مدرب مصري لأن التجربة إن المدرب المصري بإهاب جلال وحسام البدري إن هي فشلت ورغم إن هي ما فشلتش حسام البدري مخسرش لكن الأداء ما كانش جيد إهاب جلال ما خدش فرصة رجلة ظلم يعني المفترض أن أنت ما كنتش تجيب إهاب جلال خاص لو كنت هتجيب إهاب جلال مدرب صغير ومدرب واعد ومدرب كويس إنك تحافظ عليه وتساعد عليه أنا بقى من هنا بطلب حسام حسن إنه يتحافظ على حسام حسن وإنساعده قوي وإنظلله كل إذا كان ما كانش خيار أول تتأقع أن حسام حسن يعني يلقى دعم يلقى مساندة لا مهم في ناس بتراهن على نجاح تجربته أساسا ولا حسام حسن بس كان مرحلة مؤقتة أو الخطة يعني أو الرسم ممكن ورد السيناريو إنه هتحسام حسن عشان ما حدش يصدعنا تاني باسم حسام حسن هتو حسام حسن عشان نمتص صدمة الجماهير من الخروج الأمم أفريقيا هتو حسام حسن أو نبقى حرق نكارته قدام رأي العين فلما نعمل أي حاجة بعد كده ما حدش يدري تكلم معي لو بيعملوا كده يبقى حرام عليهم الكرة المصرية لو هم بيفكروا التفكير ده لكن أنا لما أجيب حسام حسن أجيب حسام حسن بصفة المدرب الأجنبي وأنا معلش كابتن عادل لو أنا وحاك مدير فني لأي فريق كورة وحضرتك عندك رغبة في مساعد ما أن يجي يشتغل معك فلقيت أنه إدارة النادي قلت لك لا والله هو ده أحمد هو ده المساعد بتاعك مقتنع به مش مقتنع به هو ده اللي هيشتغل بس حسام جاب كل اللي هو عايزه يعني حسام حسن جاب طريس سليمان جاب سعفان الصغير إبراهيم حسن مدير الفريق لا تتوقع السؤال هنا هالحاك تتوقع أنك أنت هتشتغل معايا وأنا مفروضة عليك لا هم مش هشتغل عن غير إرادتك فأنت هتساعدني أنه ننجح أو هتساعدني أنه أوعدك أوعدك أنه أوعدك أنه هيتهمشه حسام حسن قوي ودي يعني أنا ممكن أشك فنيا لكن ما شك الشخصية لكن حسام حسن هيقدر يعمل الحاجز ده محدش فيهم هيقدر يجي جنب حسن فيه ناس كتير بصة لحسام أو تجربة حسام حسن أنه ممكن يعمل الحالة اللي عاش وانت عاشتها شخصيا مع كابتن جهري الله يرحمه أو حالة شبه الحالة اللي حصلت مع كابتن حسن شحاتة لما تولى مسؤولية المنتخب يقدر يعمل ده ولو يقدر إيه اللي محتاجه حسام حسن عشان دي حسن حسام حسن في الفترة دي عنده أرضية كويسة رقم واحد عنده زمن وقت كويس أوي عنده بطولة ودية لا يحسب عليها اللي هي القادمة في مارس لا يحسب عليها عنده مجموعة سهلة الحمد لله إلى حد ما في كاس العالم كاسبان مبارياتين مصر كاسبان مبارياتين نقدر نروح بها الفترة دي أتمنى أن حسام حسن يتأقلم مع المنتخب المصري أتمنى أن حسام حسن نصيحة ليه أنه لا يسمع للاتحاد خالص ما يسمع لهمش ويهمشهم أو يبعدهم عنه خالص حتة المشرفة على المنتخبات والحاجات دي فيه شخصيات كويسة ممكن تبقى من قبل الاتحاد المصري ممكن تشتغل مع حسام حسن لكن بالشدود حسام حسن يعني اللي هو ما يدلهمش الفرصة أنه ممكن يعني يقللوه أو ممكن يعملوله حواجز هو حسام قادر على أنه يشيل كل الحواجز اللي قدامه ولأنه حسام حسن حر ما عندهوش حتة أنه 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 ممكن حد يوقف مصيرته يعني لأنه قوي كمان وده اللي عجبني أنه حسام حسن يمسك وفرصة كويسة أنه لازم نساند حسام حسن لي لأنه مدرب مصري لأنه عندك وليد الرجراجي لما بقى في المغرب وعمل نتاك كويسة في المغرب عمل اسم كويس للمدرب العربي عندك في في الأردن لما حسين عموت ميسك وده مدرب آه هم بسبغة أوروبية لأنهم عندهم جنسيتين ولكن لما يبقى المدرب العربي اليو سيسي مع السنغال وأجب اللقب لأول مرة كابتن حسن شحاتة المنتخب مصر لما كسب تلاب بطولات عمل سمعة جيدة للمدرب المصري الرجل اللي جاب البطولة الكودي في وارس سنة دي كان كان مدرب المدرب العام اللي هو لسه لسه طالع وهو اللي جاب البطولة عسلو بص المنظومة عندنا محتاجة طالما أنت مش عارف تنظامها من تحت يبقى محتاجة حد قوي فوق وأنا أفتكر أن حسن حسن يبقى قوي فوق حسن جي يعني ما تم لقى أنه كابتن حسن طالما منتخب ما فيش حاجة كانت بقيت على الساحة إلا أنه فيه خلاف بين حسن وبين محمد صلاح أنه فيه لا موضع السوشيال ميديا العادية يعني لا هو محمد صلاح مش هلعب في المنتخب بالعبس أبراهيم وحسن أنا سامع أنه فيه تواصل لا أبراهيم وحسن قاله بن طم بعدين أنا عايز أقولك حاجة هو الموضوع مش محمد صلاح بس أنا يمكن قلتها أكتر من مرة هو محمد صلاح أنت محتاجه جدا من أعظم اللعيبة في العالم بس أنت مش عاوز صلاح أنت عاوز الإصلاح أنك تصلح حال الكرة المصري لا دي قصة تانية كابتان عادي يعني أنا قلت لسه هقولك هي قصة برضو في قصة المنتخب مش بس مدير فني أنا حقيقة من الناس المتحمسة جدا لتجربة حسام ومن الناس اللي طالبت في وقت كتيرة جدا متحديدا بعد رحيل كارلوس كيروش بحسام حسن لكن هي قصة مش قصة تغيير مدير فني قصة أو محتاجة حاجات كتيرة جدا تدائر مش بس أهم حاجة أهم حاجة ما يفقروش في اتحاد الكورة لأنه لو فكروا فيهم مش هيدوهم حاجة فاكر 2019 كاس الأمم الأفريقية اللي تنظم في مصر طبعا فاكر كويس طبعا أعظم كاس أمم يتنظم في أفريقيا حقيقة عارف ليه لأن اللي نزمته الدولة وليس اتحاد الكورة بعدوا كل الأسماء دي عن التنظيم بعدوا عن كل حاجة اللي اشتغل بس الدولة المصرية عملت كاس أمم أفريقية بسبغة كاس العالم روسيا وهو بس ما عاكنينش عليها خروجنا آه خروجنا ما هما لازم أعرف خروجنا ليه عشان هما اللي كانوا بيديروا صحيح طب نروح للأهل كابتن عدل مبارح بداية طبعا أكيد راضي عن المكس نتيجة لحقق الأهل يفوز خارج الأرض طبعا لكن أنا عايز أتكلم فنان معك لأنه وأنا هنا بتكلم يعني دايما في السدنسة بنكلم بنحاول يعني نشوف الجمهور شاية في الأمور إزاي الأهلي قبل التوقف غير الأهلي تماما بعد التوقف هل ده من وجهة نظرك منطقي هل ده من وجهة نظرك لأسبابه المقبولة على مستوى النتاج أعتقد أنه بعد الرجوع بفتر التوقف طويلة أنك تجيب أربعة منط من قصة ستة ده مكسب كبير جدا مش كل الفرقة تقدر تعمله والأهمة بالنسبة لي هو أنه اللي جاي إزاي تقدر تبني على التحقق في المطشين دول في المطشات اللي جاي لأنه يعني بداية من يوم الثلاث انت دخل بقى في مرحلة صعبة جدا أنا عايز أقول لك ويمكن الرأي اللي أنا هقوله ده ممكن يخالف الناس كتير نادي الأهلي في المطشين اللي فاتوا عمل أفضل مبارياته في الموسم رغم الأداء لا 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 هنا ناس مش هتسمحني مش هتسمحني طيب أنا أكمل وجهة نظري عطفا على ما حصل قبل البطولة قبل المباريتين الناس بتشوف اللعيبة جوه الملعب فقط لغير ما بيشوفوش اللي حصل اللي قبل كده هديك مثال بسيط انت لما تكون لعبة المنتخب بتوعك اللي هو ياسر ومنعم وهاني وإمام وديانج وتاو والشناوي وعبد الواحد كمال عبو واحد ومراوان عطية ومعلول انت بتتكلم في ناس كانت في أمم أفريقية منهم الناس رجعت بخبة أمل وأداء ما كانش كويس فنفسيا مهدودين منهم يمكن كلهم يكاد يكون كلهم عادة تاو اللي عنده حتة شوية من الناحة النفسية عالية لأنه فرقة وصلت لأقصى حاجة في البطول بس بدنيا منهج برضو معه بدنيا انتهى بدنيا انتهى دي واحد اتنين انت بتتكلم في أثناء التدريب في الفترة اللي هي في الغيابات ما كانش فيه موتواجدا ل خمس ست سبعة تمن عناصر من الفرقة الأساسية أو من فرقة النادي الأهلي وبتكمل بلعبة صغيرين وبتعمل مبارات ودية فأنت ما بتستفدش منها لأن القوام الأساسي بتاعك مش موجود أصلا مش موجود يا إصابات يا غيابات تاني حاجة الإصابات اللي عندك في الفترة دي كل الظروف والسفر اللي أنا بقولك عليه وتسافر وترجع وتسافر وتروح وتسافر من هنا وبعدين تعد هنا وبعدين تشيل شنطتك وتروح هنا النوم واختلاف النوم الحاجات دي كلها الناس ما بتحسش بيها الناس ما بتحسش بيها ولا تعرفها لكن أنا بقول كونك إنك إنت عملت أنا بتكلم من أفضل المباريات من حيث النتيجة أنت لما تلعب ست نقاط تاخد منهم أربعة بر ملعبك في الوقت ده من السنة وفي الوقت ده كمان اللي حصل مع بعثة النادي الأهلي من عطل طيران من إجهاد من حاجات كتير قوي ويمكن الناس إحنا إحنا سحسنا بالموضوع لأن أفريقيا رغم إن أفريقيا دلوقتي أفضل من زمان إحنا كنا بنتعب أكتر كتير يعني إحنا كنا ممكن نروح 19-20 ساعة طيران وبالنام في المطارات لكن أنا اللي أنا عايز أقوله لك إن في الفترة دي أنا سعيد جدا بالنتائج أنا أسألك سؤالة أبو حميد وإحنا قاس أفريقيا اللي فات افتقرنا دول المجموعة افتقرنا أي مباريات افتقرنا أداء المباريات نادي الأهلي صعد ولما بيصعد النادي الأهلي يعني إحنا رحنا للبطولة اللي فاتت ببنالة ضاع من لعيب الهلال أسأل ما أقدرش ترونه مع الجمهورة كابتن عادل ليه لأنه الأهلي بالنسبة لهم يعني هو المتعة خليني اتفق على ده طبعا كل الحاجات اللي بيقولها كابتن عادل طبعية جدا ومنطقية ولازم تخش في أي حسابات فرقة فرقة لما تروح تلعب مطشين بره أرضها ومطش في جزائر ومطش في غانا وهي غايبة عنها فرقة أساسا تروحت تقريبا نقص فرقة كاملة لا وكمان وكمان الأشياء اللي حصلت قبل البطول يعني شوف هو الجمهور النادي الأهلي من حقه نستمتع بفرقته بيزعل من بعض اللعيبة ممكن يزعل يزعل من أخطاء وارد يزعل من تشكيل على فكرة جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي اللعب رقم واحد احنا كنادي الأهلي احنا كنادي الأهلي بالأمانة يعني قوتنا في جمهورنا صحيح ده بدايتنا يعني هو اللي بيحمينا هو اللي بيقف جنبنا عمر ما جمهور النادي الأهلي حتى لو زعل منك عمره ما يضغط عليه صحيح بالعكس هو بيساعدك يعني هو اللعب رقم واحد وانت علشان جمهور النادي الأهلي انت بتلعب علشان تسعيده حقيق كونك انك انت عملت يعني مباراة مبارح هديك مثال في مباراة مبارح انت جاي من اجهاد كبير او جاي من طيران اتأخر عليك وجاي من لعيبة وجاي عندك اصابات والحاجات دي الشوت الاولاني وفي ملعب وحس وجاي في عتد موحس وجاي في غير وحس ومثل ورجوبة خلي بالك انت كمان تغيرات انت رايح لبرد وحر وبعدين رتوبة وبعدين برد وحر كل الحاجات دي وفي الاخر ندر قال الشوت التاني بخبراته وبقوته قدر يكسب المباراة قدر يكسب مباراة بره من العالم الشوت الثاني إلى حد ما قربنا شوي يعني آه مش هو الأهلي اللي في كاس العالم وش هو الأهلي اللي في كاس النخرة بس إلى حد ما حاست أنه لا في حاجة حلوة ظهرت يعني نزول السلاية طبعا بشوف واحد من مكاسب المعطش مبارح طبعا لعندك مكاسب كتير في المباراة مبارح خلينا نتكلم على المشاركة الأولى كريم ندفد و بوسما أبو علي يعني مكسب كبير جدا أنك بيتدخل عناصر زي كده والعناصر دي ما بتدخلش إلا في وقت الإصابات هو النادي الأهلي عنده طيب خلينا بص على المشارع التسعين دي وتقييمك ليهم رؤيتك ليهم أهم مكاسب الأهلي خسائر إذا كنا رجعنا بخسائر أعتقد برضو المباراة لم تأخلوا من خسائر بس تسمحني نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن عدل عبد الرحمن طب هي لسه ما انتهتش لم تنتهي بعد بس أنا أعتقد أنه النتيجة شبه محسومة لأن يانج أفريكنز فايز لغاية دلوقتي على شاباب لزداد بنتيجة 3-0 وبكده طبعا يبقى مبروك التأهل للنادي الأهلي اللي هتبقى ليه مباراة أخيرة قدام يانج أفريكنز والاثنين كده ضمنوا التأهل نتيجة المباراة اللي جاية تحسن بشكل كبير جدا من أول ومن تاني المباراة طبعا في القاهرة في حصوص الأهلي إن شاء الله تكون أكبر لكن إذا ما انتهت أو إذا ما استمرت نتيجة مباراة شاباب لزداد وينج أفريكنز بنفس النتيجة فوز يانج أفريكنز أين كانت النتيجة لغاية دلوقتي 3-0 لكن أين كانت النتيجة لو انتهت بفوز يانج أفريكنز كده معناها الأهلي وينج أفريكنز فيه دور التمانية نقول مبروك حتى بصرف النظر عن نتيجة مباراة القاهرة نرجع لماطش مباراة الأول يعني كنا نتكلم على زهور أول لو سامة أبو علي والحقيقة أنا كنت بقول في بداية الحلقة أنه واحد من مكسس مباراة مباراة لأنه بان أنه في خامة أو في بروفايل عنده بالضبط كابتان عندي في بروفايل ممكن مع الأهلي ومع الوقت يكون إضافة لخط هجوم نادي الأهلي أتمنى بس أنا أرجع حاجة بسيطة النهاردة النتيجة 3-0 دي من مكاسب مباراة مباراة عشان كنا أنا بقول لك من أفضل المباراة اللي لعبتهم من حيث النتيجة النتيجة أنت سعدت قبلها بمباراة أنت بقالك أربع نسخ في دول المجموعات علشان الظروف اللي أنت بتمر بيها بتصعد بقوة وتاني أنا كنت بقول في أول حلقة النهاردة فيما تعلق بالكرة المصرية القصة مش قصة حبي وانتمائي للأهلي أنه الأهلي رغم أنه يمكن أكتر فريق بيلعب عدد مطشاط أعلى مستوى ومنفسة على مدار كل سيزن بيعاني من ضغط مطشاط وعدد ساعات سفر ورحلات سفر هي الأكتر والأكبر على مستوى الموسم ورغم كده دايماً بتلاقيه واصل يعني لما بنزعل بيبقى واصل نهائي البطولة يعني خدت أن البطولة اللي أنت خسرتها قدام الوداد جماهير الأهلي طلع زعلانا في آخر السيزن أنها ما كسبتش البطولة وانت واصل نهائي لكن الغريب وده اللي كنت أتكلم فيه أنه مفيش فرق مصرية حتى بتقدر تعدي دور المجموعات كابتن عادة النهاردة بيرميتس خرج من بعد خسرته من مزامبي 3-0 الزمالك برضو آخر نسختين آخر ثلاث نسخة خرجوا من الدولة نسخة الثالثة وصل نهائي قدام الأهلي آه اللي هي 2000 آه بعد كيه برضو بيخرج من دور المجموعات ما أنت يعني إحنا نشعزين نقولها كتير علشان الناس عشان انتمأل النادي الأهلي النادي الأهلي بيفرح مصر يعني المركة المضمونة في مصر هو النادي الأهلي بالنسبة للرياضة وقرة القدم دي حقيقة يعني خلينا نعترف بها لأنه هو في حد ممكن يكون مش معترف بها يا كابتن عادة لا يعني فيه ناس بتكابر طبعا يعني ومن حقهم لأنهم ممكن ما بيشجعوش النادي الأهلي منديش منعناك ما تشجعش بس الحقيقة بقيت واضحة وضوحة لا هو النادي الأهلي أنت سيبك من صراعنا أو منافستنا في المحلي أي يعني إحنا وصلنا أنا بالعكس عايز المنافسة في المحلي تبقى أفضل لا لا أنت خلاص يعني كنادي أهلي يعني أنت بتفرح بمستوى الدولة يا كابتن عادة لا طبعا أنا أتمنى أن الفرق كلها تبقى كويسة على فكرة على فكرة يعني الدولة دلوا الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري والاتحاد بيتنفسه على البطولة شكل المسابقة هيبعاش البطولة نفسها الكورة بتاعت مصر هتبع عاملة إزاي هو أنت ضع منك كم نادي جماهيري في مصر لا كتير أوي محلة بس إن شاء الله رجع منصورة لأنه هيبدأوا بيعملوا حاجة كويسة منيا شرقية منيا شرقية السويس السويس عندك الأولومبيكان السكندرية طبعا فأنت عندك مجموعة من اللاعبين اللي هي ترسانة الترسانة طبعا بالبع الكبير بتاعنا كل الفرق دي يجب أنك أنت تعمل زي تجربة بيرمنز خلينا نتفق أن تجربة بيرمنز كانت جيدة جدا للكورة المصرية خلينا نبقى وقعيين أنا أتمنى أن يبقى في عشرة بيرمنز في مصر لأنهم عندهم مصاريين بيسرفوا كويسة وأنا بابتدي حلقة النهاردة كانوا زملاء في السلسة كانوا مجهزين نحن دايما نركز على لغة الأرقام الأعلى قوائم الأندية في الدول المحلي نمرة واحدة الأهلي المصري 30 مليون يورو نمرة 2 بيرمنز 22 وحاجة نمرة 3 الزمالك 19 وحاجة سوى بيرمنز ينقصوا حاجة واحدة أي ينقصوا الروح أنا كنت بقول بقى ماذا لو أنه تجارب نمرة 4 عميل حضرتك سيراميكا تخيل بيرمنز دا لو كان المصاريف دي في الإسماعيلي مثلا في فرقة الإسماعيلي أو المنصورة أو المنصورة أي أو المحلة أي أو 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 هتبص تلاقي جمهور هيسندو هيبقى في قوة فرقة بيرمنز من أحسن اللاعبين اللي متواجدين بعد الأهل في الدورة المصرية كاكواليتي لعيب ترجم بقى لكن هما ترجم ما عندهمش الروح دي ما قدرواش ياخدوا بطولة لإني ينقصوا محاكتين الجمهور وده أهم عنصر يعني إحنا كنا زمننا الملعب بيبقى فل أي فرقة بتيجي تلعبنا 40% من قوة راحت بالجمهور يبقى 60% تنظيم بتاعنا ومهارتنا نقدر نتخطى عشان كده تلاقي أحيانا كتير كابتن عدل أنا فاكر الأهلي لما كان بيروح يلعب مع فرق بتصرع على الهبوط أنا بكلمك على ماتشوات مثلا في التسانيات مع فرق طبعا راحت وما راجعتش يعني المنصورة في المنصورة ده كان ماتش ضرب نار طبعا جمهوريس بين في جمهوريس بين بلدية المحلة في بلدية المحلة البلاستيك كان بلاستيك كان عنده 4-5 لعيبة كويسة السك الحديد كان عنده 4-5 لعيبة كويسة في الدوري المصري وبيكسبوا وبيكسبوا فرق كبيرة المصري كان بيبقى عندهم يجي 15-16 لعيبة كويسة ماتشوات الأهلي ومصري دي كانت برضو الإسماعيلي عندهم طول عمرها يعني أنا حاجة أقولك حاجة أنا من أكتر الفرق اللي زعلان عليها في الدورة المصري الإسماعيلي لأنه الإسماعيلي من الفرق اللي طول عمرها عندها من أفضل لعبين مصري ولكن يبقى حاجة واحدة بس يبقى النظام والتنظيم ميزة النادي الأهلي في جمهوره وفي إداراته قلينا نتفق على مدار السنين إدارات النادي الأهلي شغلة بنفس السيستم يرحل حد ييجي تاني كلنا بيشتغل نفس السياسة والاستراتيجي اللي هو خوفك على الأهلي أنك أنت بتشتغل لصالح النادي الأهلي السوابة ما بتتغيرش مع تغير الإدارات ولكن خلينا نتكلم في نقطة يجب أنك أنت قلت كلمة جميلة جداً وعجبتني يجب أن يبقى فيه 7-8 منافسين في الدوري علشان يحصل هو الدور السعودي ليه دوري قوي دلوقتي؟ لأنه عنده 6 دربي غيرت 3 دربي أقل لكن عنده 6 دربي في الموسم بيلعب حوالي 25 مباراة قوية أنت هنا في مصر النادي الأهلي لكن أرجع تاني للمنافسات اللي أنت قلتها أنا ليه ما ببصش خلاص على الأندال مصرية أنا ببص على إني والنادي الأهلي دلوقتي موضوع الدوري مهم جداً ليل الغاية لكن موضوع أفريكا برضو مهم ليل الغاية موضوع كاس العالم الأندية مهم ليل الغاية لأنك أنت حطيت نفسك عالمياً أنت بسرع إليها المدرية أنا كجمهور يعني ما بحسش أن في منافسة حقيقية كفريق للأهلي غير في دولة الأبطال وكاس العالم بس شوف يعني دي البطولات اللي بحس أنها صعبة أو فيها منافسين على نفس مستوى النادي الأهلي لكن أي بطولة محلية؟ أنت قلت كلمة في بداية كلامك في الجزء ده قلت نادي الأهلي بيلعب مطشط أكتر من الفرق المصرية بمراحل لا أنا عايز أضيف لك كمان نقطة هو عدد مباريات لكن قوة مباريات أيها طب كاس العالم الأندية المباراة الوحدة تسوي 3-4 مباراة تسوي نهائي دوري أبطال أفريقيا ده أفريقيا لما بتوصل للنهائيات بيبقى فيه مجهود شوك جداً فأنت بتلعب عدد من المباراة أكتر إجهاداً أكتر فرق أقوى صفر أكتر صفر أكتر تبعد عن المنافسات تماماً دايماً بقول أنه لما يبقى فيه الفريق فيه داي أف لما يبقى الفريق فيه لعيب مش موفق لما يبقى الفريق حتى فيه لعيب برا يعني بعيد عن المستوى خلينا نتفق أن كل اللعيبة اللي لعبة مطش مثلاً ميديامة ده كلهم كانوا نجوم وكلهم كان لهم أدوار مهمة جداً في تحقيق ألقاب وتحقيق لحظات فرح وتحقيق الفوز في مطشات صعبة فلما يبقى فيه داي أف يعني لعيب مش مطلع مية في المية لعيب بيغلط مرة واثنين وثلاثة المهم النتيجة في النهاية بدان فصل إحنا نعدي بلاش يبقى فيه قسوة أو فيه ضغط شوية يعني أنا كانوا الناس متخوفين من حرص المرة في الأول بعد إصابته شنة لا مش ديه اللعاب لي كده مصطف شو بير لعب فاينال أفرق فاينال يعني أنت بتتكلم في المباراة كان في السادة القاهرة هنا الغلطة بفورة أدى أداء مميز جداً لعب المباراة اللي فاتت واللي قابليها واللي قابليها أدى أداء مميز جداً هو ده ليه؟ علشان النادي الأهلي دائماً بيحضر اللي ما بعد حضر اللي ما بعد ودي حاجة مهمة جداً يعني أنت دلوقتي الشناوي تعور وكانت خسارة كبيرة لنا طبعاً أي حدي ده محمد الشناوي أفضل جوم في أفريقيا في الوقت الحالي تمام؟ بس مش في أفريقيا يعني في الأندية الأفريقية أفضل لا أفضل لا أفضل لا لا في حراس أفريقياً لا بيلعبه في دوريات أوروبا حراس قوية جداً يعني بس أنا بشوف أنه الشناوي مش بعيد عنه لا مش بعيد عنه كنت تتكلم على أونانا كنت تتكلم على عاسين بونو كنت تتكلم على أونانا لو محمد الشناوي تواجد في الأماكن دي يبقى زي يوم لكن أنا بكلمك على إيه؟ الحاجة المهمة أنك أنت محمد الشناوي ومصطفى شبير ممكن يدولك للنادي الأهل 10-15 سنة مش الشناوي ممكن يلعب سنة واثنين وثلاثة لكن مصطفى شبير يشتغل الحمزة علاء اللي جاي وراهم جن حارس مرمى من الحراس التقال جداً حارس مرمى من متخب أوليمبي يعني عايز أقولك أنه الزنفولي جي حتى سنه صغير ممكن يشيل فترة طويلة هو اللي بتدده انت تتكلم على الملعب بقى انت بتتكلم جوه الملعب جوه الملعب عندك عدد من اللاعبين كافي جداً لأي مدرب آه بيحصل إصابات وبيحصل حاجات كتير ولكن مهارة المدرب الحقيقية أنه يجهز التلاتين اللاعب لأنه النادي الوحيد اللي في مصر البعد ما بين اللاعبين فيه يكاد يكون ضئيل جداً ضئيل وضئيل قوي كمان يعني اللي هو انت قلت على اللاعبين اللي لعبهم بارح انت لو ما عندكش سكواد ده كابتال عادل ما كنتش حتى اللاعب اللي لعبهم بارح كلهم أساسيين الفرقة الوحيدة اللي في مصر اللي ما تعرفش أساسي من احتياطي تعال نتكلم على فرقة امبرح من كلهم أساسيين أوقات كتيرة قوي من السنة من السنين اللي فاتت كلها فأنت ما عندكش البعد اللي هو ما بين المستويات ما بين ده وما بين ده وما بين ده وما بين ده ده شغل إداري ده شغل فكر إداري إنك أنت بتحاول إنك أنت تأصل بفرقتك للأمان في كرة القدم في لغة كرة القدم يعني المدرب اللي عنده حيرة في اتخاذ القرار في التشكيل أفضل من المدرب اللي ما عندهوش عدد من اللاعبين كافيين بيبقى عنده حيرة بالنقصان مش بالزيادة اللي عنده صحيح فكلر يمتلك العنف أنا هاخد من كلمة أو من كلامي مع كابتن عدل عبد الرحمن في الفاصل قال لي جملة يعني عجبتني جدا جدا يعني وأخد من وقع خبراته وتجربه النجحة وأسمع رأيه فيها قال لي إنه المدرب شغله برا الملعب ممكن يبقى أهم من شغله جوه الملعب جملة دي لها معاني كثيرة يا كابتن عدل وممكن حقيقة أخد منها وأتكلم معك على بعض الأسماء في النادي الأهلي اللي ما فيه شك عند كل أو خلييني بقول بلاش كل دي عند الأغلبية العظمة من جميعنا دي أهلي متشفين عليها من حيث الكواليتي يعني لعب زي عبد المنعم محدش يختلف على إنه أفضل مدافعين في أفريقيا لاعب زي عبد القادر حدش يختلف على إنه واحد من أفضل أغنحة طبع طبع اللي ممكن يعده كمان أفريقيا ويروحه في حتة تانية خالص واحد زي كريم ندفد الحقيقة كله بيشيد بإمكانياته بمواهبه لكن في نفس الوقت ممكن يبقوا محتاجين يفهموهم تفهموهم وتوجيههم يعني إزاي تطلع تستخدم القمشة دي إنك توديها الحتة يمكن أبعد ما هم نفسهم يكونوا بيحلموا بيها إحنا عندنا مشكلة كبيرة في مصر في اللعبية إنه هم ما عندهمش مدير أعمال هو أو إيجنت الإيجنت في مصر شغال الفلوس فقط لغير بيع وشرب إنه يبيع ويشتري الإيجنت مش كده خالص إنه ينظم لك حياتك يعني بمعنى إيه يعني خلينا ناخد محمد عبد المنعم الفترة دي الناس محمد عبد المنعم أفضل مدافع في مصر ويكاد يكون في الدورة أبطال أفرق يقول لهم أحسن سردباك وممكن يوصل لأقصى درجة ممكن في المنتخبات كمان من أفضل السردباكات تمام؟ حمد عبد المنعم الفترة دي الناس ما تتخوف منه من الثقة الزيادة حلو؟ من حتة الزيادة في اللعب هو دي مهارته ولكن يجب برضه أنه لازم توصله أن دي إلعب للناس شوية بمعنى يطمن للناس شوية الناس ما بتحبش طول عمر جمهور النادي الأهلي ما حبش توقع قلبه يعني اللي هو إلعب في الأمان شوية هو ممكن يكون من مهارته إنه هو يبقى عنده ثقة كبيرة لو لعب للأمان كتير هيقلل عنده دي ولكن يجب أن توصله توصله المعلومة دي إنك أن تلعب للناس شوية عبد القادر عبد القادر وأحط معاه كده بين قصين حمد ضوي كريستو الاثنين دول اللي يعني كلعيبة كورة جمهور الأهلي حبهم جدا وعايزة تشوفهم جدا في نقطتين أولا ما قدرش أنسى تقلق الشحات تقلق ريدا سليم قبل الإصابة ويبدو كمان أنه عودته مبشرة جدا تقلق بيرسي تاو كلهم الحقيقة يبدو أنه هم عند الخواجة وحاجزين مكانهم حل ده ممكن يبقى ضغط للعيبة زي محمد ضوي كريستو زي أحمد عبد القادر وإزاي يتعامل مع ده وإزاي أجيبهم مرة تانية يخشوا في المنافسة هو طبعا المدرب الأجنبي غير المدرب المصري المشاعر بينك وبين اللاعب من المدرب المصري من عادتنا وتقاليدنا والحاجات دي كلها ممكن ألتمس لك عزر واروح لك من طرق تانية المدرب الأجنبي بيروح لللاعب دائما بيروح له منحل احترافية هو متخيل أن اللاعب حياته كلها احتراف احنا عندنا مشكلة في اللاعب المصري حياته اسمن احتراف وبعض اللاعبة ما بيبقوش على مسمى الاحتراف يعني دماغهم بتبقى متركبة شمال شوية دماغهم مش أسكياء شوية في أنه يدير حياته فيجب أنك أنت لازم توصله توصله زي عبد القادر مثلا عبد القادر في شك أن عبد القادر من أمهر اللاعبين في مصر لا طبعا عبد القادر من أفضل الأطراف الشمال في مصر كلها عبد القادر مش خسارة أنه ملعبش في الأهل بس يعني يكون أساسا في الأهل لا ده للمنتخب القومي تمان انتفق معك 100% يجب أن نتعب معه شوية يعني هو وكريم نيدفيد وكل اللاعب رغم أن كريم نيدفيد من اللاعب الملتزمين جدا بالعكس يعني كريم نيدفيد بس هو عنده مشكلة عدم الاستمرارية بيحصل له إصابات أنا كمان مدرك كابتن عدل لأنه اللاعب لما بيكون حسس بإمكانياته وعارف أنه الكل متأكد منه صاحب موهبة أو عنده إمكانات كبيرة وتبقى فرصة المشاركة قليلة بتبقي لحد ما ضغطة بشكل كبير جدا أيها لازم توصل ومحتاجة دوافع بشكل كبير لازم بس لو هو ما عندهش الحتة بتاعت القتال والقاتلة والحاجات دي كلها يجب أنك تجيب هاله بشكل آخر يعني يعني اللي هو إيه اللي هو يعني أتمنى أتمنى يعني دايما أنا أنا تضيفها لسفتي في الشغل يعني إن أنا بنزل للعيب ما بخليش اللعيب اللي يطلع لي يعني صحيح الفكرة هي إن دي الأهل كبير قوي فهو محتاج إن اللعيب يطلع للفكرة ده لو لقيت لعيب عندهش دي أنزل لنا شوية أو بلا ما طلعوا معي طلعوا معي صحيح نورتنا كابتن عادل بشكركم نسعد بيك دايما أنا سعيد شرب بيك دايما في السادسة والله يخليك حقيقة دايما ليك وجهة نظر يعني مختلفة ومحترمة في نفسكم شكرا كابتن عادل بشكركم على المتابعة زي ما اتفقنا اللي جاي هو البلدية يوم الثلاث اللي جاي أعتقد قد تشهد تشكيلة الأهلي بعض الاختلافات بكرة عودة للتدريب هنتبع مع حضراتكم إن شاء الله بزناء عودة الأهلي وتحضيراته المباراة البلدية ويانج أفريكنز وشابلوز داد في ديئة سبعين تلاتة صفر أعتقد أنه صعب قوي عشابلوز داد يرجع في النتيجة وهو كده الأهلي ويانج أفريكنز يتأهل عن المجموعة الرابعة لدور التمانية لو انتهت المباراة بفوز يانج أفريكنز أين كانت النتيجة بكرة نتابع ونوضح مع حضراتكم في الحلقة بتاعت بكرة ملامح المجموعات الأربعة في دوري أبطال إفريقيا يومين من الستاشر فريق اللي بيشاركوا التمانية الأقرب إن شاء الله للتأهل هتباني النتيجة بشكل كبير بعد مواجهات النهاردة تحياتي لكم ونتقابل بكرة في حلقة جديدة من السادسة